وحشدت قواتها ما بين 80 إلى 60 ألف فيما يذكرون على أقل الفروض هذه القوة الغاشمة التي أتت على مدينتنا الخرطون هذه القوة التي كانت مستأمنة في وجودها منذ سنوات على مناطق مهمة من الناحية الاستراتيجية تحتل المواقع ثمها هي تنقلب من أجل الاستيلاء على السلطة ووصلت شأوا بعيدا في ذلك وهي في القيادة العامة وفي القصر الجمهوري وفي الإذاعة وفي التلفزيون وتتحكم في كثير من مفاصل البلد ورغم ذلك كله إن ربك لبالمرصاد فإن الله تعالى قيض عز وجل لهذه القوات المسلحة لجيشنا ويسر الله أن يفشلوا هذا الانقلاب فيمنعونهم من الاستيلاء على سائر البلاد ويضربون معسكراتهم وتجمعاتهم الرئيسية ويطردونهم منها يسر الله تعالى أن تطوق العاصمة وأن تقطع الطرق طرق الإمداد التي تأتي لهؤلاء من الخارج طرد من الولايات شرة طردة لكن رب الناس أبطل سعيهم والله أخبر بالعباد وأعلم إن ربك لبالمرصاد عباد الله إننا اليوم نمر نعم بمرحلة صعبة ولكنها هي مرحلة استنزاف هذه القوة الضخمة هذا الاستنزاف الذي ربما يستغرق وقتا ولكننا ينبغي أن لا نيأس وأن نتفائل بمقدمات النصر الذي حصل عباد الله تذكروا أن الحرب صبر وأن اللقاء الذي يحبه الله ثبات عباد الله تفائل لأن هذا العدو اليوم يستنزف في قدراته في موارده بشكل يومي ولا يجد ما يعوضه فهو من ضعف إلى ضعف ولله الحمد هذا العدو الغشوم الذي يسير اليوم تائها من دون هدف ضاع الهدف الذي جاء من أجله كما قالوا انقلاب واستلام سلطة الأمر الذي حولهم إلى عصابات نهب وسرقة واغتصاب